بحسن مصدر في النازل الزمالك قال لنا ان قذبت محمد عواد مش بتصغر بتكبر اللاعب رافض تمام الانضمام لمران الفريق الجماعي وعواد قال لهم انه كده كده بما ان الزمالك استقر على رحيلي فانا مش جاي التمرين وهو غطبان يعني غطبان انه ما تمش الموافقة على مطالبه الملالة تجديد التعاقد وبالتالي رفض الانتظام في مران الفريق الزمالك طبعا بطبيعة الحال بيفكر في تطبيق عقوبة اخرى على العواد وفقا لللاقاحة بالسبب الانقطاع عن التدريبات ولكن العقوبة مش هتكون معلنة معلنة والزمالك طبعا بيدرس في الوقت الحالي اكتر من اسم لدعم الفريق بحرص المرمى والسؤال للزمالك مبارح واحد من اهم مكاسب الزمالك في المباراة كان الحرس محمود الشناوي عايشين احنا في حرص المرمى في مصر كده قال الشناوي فاهم احمد محمد محمود قال الشناوي كده انت في محلات كده بتبيع كبدا احنا كش تلاقي العسمها كلها شبه بعض احنا بقى في حرص المرمى بقيت الاسم واحد محلات الشناوي لحرص المرمى في مصر كله الشناوي محمود الشناوي مبشر جد انا ليه بقى كنادي زمالك وانا عندي حرص شابه هو جميل ورائع ومميز ومبشر اروح اشتري حرص مرمى بقى عندي حرص لقى خبرات كبيرة مثلا زي محمد صبحي ده اساسي والله محمد صبح يجيب ما مستوى اهل اللي جات له لا قدر لا صابه وتم ايقافه عندي حرص تاني صغير على اهل الحرص الصغير في السنة ده مش هيعمل لي صدوعة مش كل شوية هيقول لي انا عايزة العب فامش بالتدريج كده يبقى عندك حرص كبير حرص صغير حرص اصغر منه نفس الامر بالنسبة للنادي الاهلي بالمناسبة يبقى عندك محمد الشناوي عندك مصطفى شبير عندك حمز علاء طم مش محمد الشناوي راح اعترف خلاص عندك مصطفى شبير وعندك حمز علاء وعندك مصطفى مخلوف مش محتاج حرص مرم مش محتاج لا هنا ولا هنا بالمناسبة انا في رأي كده لا الاهلي محتاج ولا الزمالك محتاج